في هذا الصليب بولوس اختبر الحرية حرية المسيح حرية من الذات قال في نفس السفر غلاطية اصحاح اثنين وآية عشرين مع المسيح صلبته فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجله فاذا افتخر بالصليب لانه فعلا اختبر حرية في الذات اختبر الحرية من الشهوات والذات في نفس الاصحاح يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات صار عنده حرية من الجسد وقوة هذا الجسد اللي دائما عنده الميول للطبيعة القديمة ويعرف الهدف من الصليب الهدف من الصليب هو الخلاص مش بس خلاص للبشرة احنا كمان صلبنا مع المسيح والعالم تصلب خلاص بالنسبة اللي احنا صرنا شعب جديد للرب صرنا خليقة جديدة للرب اللي بسميها اسرائيل الله من يهود وامم معتش في هاي الفوارق العنصرية ولا الفوارق طبعا بين يهودي بين اممي بين يوناني والى اخره لا فرق متل ما سمعنا الجميع واحد لان كنيسة الرب هي جسد المسيح وجسد المسيح هي اعضاء يسوع المسيح بسميها الخليقة الجديدة ورأسها يسوع المسيح اصبحنا شعب جديد بعمل يسوع المسيح اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا اشتركوا في القناة